اشتركوا في القناة واكد سموه ان هذا الانجاز التاريخي لكرة السلة البحرينية امتداد للانجازات الخارجية التي حققتها الرياضة البحرينية في المحافل الخارجية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة المستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشاد سموه بدعم ورؤية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية وحرص سموه على دعم نادي المنامة في المشاركة الخارجية خصوصا تواجد سموه في المباراة النهائية مما شكل حفظا كبيرا لللاعبين اضافة الى توجيهات سموه بتوفير طائرة خاصة لنقل الجماهير الى الامارات وعرب سموه عن خالص التهاني والتبركات الى رئيس وعضاء نادي المنامة بتحقيق اللقب الاسيوي مشيدا سموه بالاداء البطولي الذي قدمه اللاعبون طوال البطولة وتمنيا سموه الفريق دوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة